السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر والاخير ومرحبا بيكون فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك بالليمون الحامض او الكيك وصيترون يجي رائع شي حاجة اللي يزوينا بزف بزف منعيش مفش فش وحد الماضاق اللي خيالي بواحد السلطن اللي كتجي رائع وكتوته معاه ان شاء الله سنشارك معكم جميع التفاصيل من طولش عليكم ونبدو على بركتي الله الاساسي عندنا هو الليمون الحامض نحتاج القشور وهناي عندي كأس مملوء سكر سنيدة وهناي نسي كأس عصير الليم والحامض كأس الربع ديال الزيت ووحد كأس دقيق مازال نضيف كأس ثاني وعندي كأس خمارات مجموعة 16 غرام والميلح طبعا ووحد كأس ياورت حجم 110 غرامات بالنسبة لي هنيا غدي نستعمل الخلاط الكهربائي الملح وعندي هنيا عير جوج ديال البيضات باش غدير حضروا هاد الكيك الخاطر هنا يضفت لي هم كأس مملوء ديال سكر سنيدة من مايو عادي 120 غرام وهناي بنسبة لزيت 120 مليلتر زيت نباتية صفي هدو هم المكونات اللي عندي نخلي هم يتخدموا في طراب او لا في الخلاط الكهربائي بايد ما تطربوا ليه مزيان في الخلاط غادي ناخد المول ديالي انا غادي نستعملوا في هدك المول اللي يكون طويل اللي غادي ندهنوه مزيان بالزبدة كيف ما كتلاحظوا معايا هنيا والخلاط راح اخدام على هدوك المكونات اللي يضفنا نعودهم معاكم اللي فيهم جوج ديال البيضات وكأس ديال السكار وكأس الاربع ديال الزيت وهذه كرشيشة ديال الملح هنه يدهن تلمول ديالي مزيان ورشيته بالدقيق وغادي نخليه على جنب صفيه هنيا غادي نطفي على الخلاط ديالي وغادي نحيده من المولينيكس وغادي نضيف لي نصف كاس ديال عاصرة الليمون الحامض يعني هاده عاصير ما ضيفه له لما لواله العاصر ديال الليمون الحامض وغادي نضيف لي كاس ديال ياورد بمادقة الفانيل اللي كتليكم الحجم دياله مية وعشرة القرامات ونرجع المكونات ديالي اضطربوا في الخلاط الكهربائي واحد شوية بايد ما اخديت ديال الليمون الحامضة وحكيت القشور دياله اللي غادي نحتاجه باش غادي نسم هاد الكيك ديالي المهم الكيك يجي منسم بزف بمادقة الليمون الحامض غادي نحمقوا على ديالكيك إلا جربتوها صفيه هنيا من بعد ما حكيت ديال قشور ديال ليمون الحامضة تبارك الله شوفوش حلاطاتني ديال 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 وقتو هذا يعني موجود حاولوا انكم تحضروا به هالكيك اللي ما غاديش تندمو الى حضرتوا هنيا الخالط ديالي سافرة ولا جاهز في الخلاط الكهربائي غادي نجيب واحد سباتيو غادي نحييت جميع دكش اللي عندي في الكاس ديال الخلاط سوفو غادي نبقى نضيف هنا باقي المكونات هنيا مبقاش عندي عندي عرض دقيق والخمارات والخل طبعا باش نحصلوا على واحد الفش فش اللي يزوينا سوف هنايا بالنسبة لكمية ديال الدقيق انا هنيا ضيجة محضرة هاد الكيك وعارف القياس ديالي كنحتاج جوج ديال الكيسان الكاس ديال العنبة كيهز دينا هنيا مية جرام ديال الدقيق سوف هنايا كنغربلوك نحاول ندخل الكاس الأول لخالط ديالي غير سمحوا ليه لكن نسرع في الهضرارة كنبغي نعطيكم جميع التفاصيل باش ان شاء الله مني تجربو تلقوني جميع المعلومات عاطيها لكم هناكي في مقتلكم انا ركي قدوني هنا يجوش ديال الكيسان ولكن انتم هاد الكاس تاني ضيفو شوية بشوية لا ربما يعني قدكم عركة اسئلة ربع او لا شي حاجة ولكن القياس بالضبط هو ميتين جرام ديال الدقيق الابيض ان شاء الله هنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف سوف هنايا كندخل الكاس تاني بزيان في الخالط ديالي هير بشوية بشوية كنتربو هكدا وكيف اكون عاود نقول لكم انا دخلو عير شوية بشوية باش تشوفوا الكيمية اللي غادي تقدكم انا هناكي في مقتلكم قدتني ميتين جرام بكل كاس كهزلية مئة جرام هنا غادي نضيف دوك جوج خمارات للمجموع ديالهم 16 جرام وباش نحصوا على واحد الفاش فاشة ممكن انكم تعصروا ديك الليمون الحامضة اللي حكيتو القشور ديالها واضيفوها في الاخير انا هنا يفضلت انا نضيف مع القديلة الخل شوفوا معي الفاش فاشة يعني كيتفاعل دك الخل مع خميرة الحلويات باش كتعطينا واحد الفاش فاشة زوينة في الكيك ديالنا فهد الأثناء ارى الفران شعلتو غادي نطيبه في الفرن ديال الغاز شعلتو من الأسفل وخليتوك يسخن صاف هنا اياه كنحاول انني ما كنطربش بززاف فاش كنضيفو الخمارات عير شي حاجة قليلة صاف ونجيبو المول ديالنا بالنسبة المول استعملوا اي مول كناسبكم يعني هاد ما كيبقاش يبقى اختياري بالنسبة لكم اي مول توفر عندكم استعملوا انا هاد المول اللي استعملت راه شوية كبير على جوج بيضات ولكن الحمدول لك يجيني هو هاداك يعني مش مشكل صاف هنا اياه عير انتم ما لا استعملتوش يمول حاولوا انكم ما تفوتوش القطر ديالو اللي استعملتو دائري يعني كنديك 24 سنتيمتخ او 22 سنتيمتخ في القطر صاف هنا مباشرة غادي نديل كيك ديالي للفران وهنايا بالنسبة للسلصة النار تكون مهيدة في الفران طبعا هاد السلصة البناترا خطيرة هي اللي عليها داير هاد الفيلم كامل كنديرو كاس ديال الحليب مسكاس ديال العاصرة الليمون الحامد وهنا غادي ندير واحد المعلقة كبيرة ونص ديال سكر سنيدة وغندير معلقة كبيرة ديال دقيق الناشا او الا دقيق الدورة او الا ميزينة كل واحدة شنو كيسميها كنطرب مزيان هاد المكونات هاكد البارد مزيان البنات هادا كتحطوهم فوق النار حتى كيعقاد انا هنا كندرت الكيكة ديالتي في الفران وصيبت الصلصة ديالي وخليتك تبرد على جانب صفي هنا في هاد الاثناء غادي نوريكم الكيك ديالي راه وجد في الفران حيت موريتكم شفاش درتو في الفران فين حطيتو هنا هنا النار كتكون مهيلة كيف ما شفتو معايا في الاول وهنا الكيك ديالي ستراها وجد طابلية في المدة ديال 30 دقيقة هادا راه فران تيفولي دائما كنقول لكم النوع دياله ما كنشعج علام الفوق نهائيا من الاسفل وكتبقى حتى كتتحمر يعني كالطيب وكتتحمر لي من الفوق صفي هنا يخرجت تكيف مقتلك من المدة اللي طابتها في الفرن ديال الغاز 30 دقيقة صفي حليت عليها لقيتها تحمرات وهنا يكن حيتها من المول ديالي وهو سوف نتوسط السلسل أعبتي هذا الصلسة كيف الجهة تره بنين 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 ولكن نديروا نصف كاس ديال العاصرة للمون الحامض لكن لا احتمال الحمض أثناء في الكيك كاس ديال العاصرة أثناء في الصلسلة قشورة الليمون الحامض تبقى سخونة وضرورية لنقطعها لكي تبرد كنتمشي اياها وكان عندي الليمون الحامض متوفر إلا توفر عندكم ما تبخلوش على راسكم عين حضروها وغاديين تشكروني عليها حيث كيجي واحد المداق خطير والديدة وواحد الانتعاشة فيها خطيرة البنات والسلسة كتعتها واحد المداق متميز حضروها كدال ديوفكم اولا لكم انتمانيت ولكن راكد جيه الشيشة وارطيت باك الدوب في الفم كنظن ان الفيديو شارح نفسه والصورة ديالتا او الفيديو راكيبية اللي كي يكشح لكي تجي رطيت باوه الشيشة وانا اللي كنأكد لكم عليه اكتر هو المداق اللي كتجي فيها الديدة وهديك السلسة هي كتجي معها رائعة كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وكيف ديماء اللي عجبكم متبخلوش علي بالتحاليق ديالكم واللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني متنسوش تبارتجوا الوصف مع احبابكم ان شاء الله